موسيقى زيكم حبايبي عاملين ايه يا رب تكونوا بخير يا مواريد برج الحوت مواريد برج الحوت النهاردة ان شاء الله الاراية العاطفية ليكم شوفي احوالك واحوال شريكك والامور بينكم عاملة ازاي وكل واحد فيكم يفكر في التاني ازاي او شايفو ازاي وايه ايه طاقت اللي كل واحد منكم فيها نشوف بقى طاقتكم ايه قبل ما نبدأ لو كنت حد جديد لو سمحت ما تنساش تشترك وتفعل زر الجرس علشان يوصل لك كل جديد يلا بينا نبدأ حالا بسم الله هسحب اول كرت لطاقت مواليد برج الحوت بسم الله ملك اند هاني الله لبن والعسل طاقت نشوف اه نسحب تاني كرت لمواليد اه للشريك يعني برج الحوت نسحب له كرت بقى طاقتك يا برج الحوت زي ما قلت لك طاقة اللبن والعسل او الحليب العسل فيها ازدهار فيها ولادة جديدة فيها ثقة بالنفس اه شايفاك فطاقة جديدة جدا فيه علاقة رومانسية بينك وبنحد شايفا عندك حلوة فيه تفاهم فيه حب بينك وبين حبيبك وبين اصحابك وبين عيلتك يعني مبسوط قوي قوي ما شاء الله عليك اه شايفاك بتدور في قلبك على مشاعر حلوة اه شايفاك ممتنة قوي وعندك وفرة اه شايفا الامور معاك ايجابية جدا بتفكر بطريقة حلوة بتفكر بطريقة ايجابية اه بتخرج من طاقة سلبية كنت فيها وبادقت تشوف الحياة بمنظور احسن والامور معاك ما شاء الله عالم ما يرام طاقت شريكك ايه طاقت شريكك الانطلاق والزهاب اه شايفا الشخص ده صامد وشخص بيدور على حاجة الاحسن وآآ بيتقدم في حياته وبيرجع وبيصعد وبيهبط ولكن شايفاك في طاقة اجتهاد في طاقة عمل وشايفاك في طاقة تجديد وطاقة نمو وبيحاول يجدد من نفسه وبيحاول انه يكون منسجم معاك بيحاول انه يتحمل ويتفانى في العلاقة دي عشان هو كمان عايز يقدم فيها كل حاجة كويسة وشايفاك بيحاول يصبط اموره بيحاول انه هو يستمر في العلاقة العاطفية ويستمتع بالحب ويستمتع بوجوده هو كمان في حياتك يا برج آآ الحوت آآ شايفا الامور هنا على مايورام شايفاك في طاقة حلوة قوي شايفاك آآ طاقة ايجابية بتغير امورك اللي انت فيها بتشوف الدنيا بمنظور جديد شايفك سكزح ده شايفاك بتشوف الدنيا انت بمنظور جديد وكمان شريكك بيحاول يطلع للامام بيحاول ياخد العلاقة ويطلع بيها القدام رغم ان حتى آآ ممكن تكون مواجهاء الف خلاف ولكن بيحاول يصعد من العلاقة اللي هو فيها العلاقة اعلى بيحاول ياخد العلاقة المستوى احسن ومستوى اعلى هو كمان عايز يغير ويجدد في العلاقة دي وعايز الامور آآ تمشي على ما يرام والامور تبقى احسن طيب تعالوا نشوف بقى الكروت هتقول لنا ايه بسم الله برج الحوت نشوف بقى احوالك انت وشريكك ونشوف اللي حصل بينكم برج الحوت اه انا شايفة انه برج الحوت كان في علاقة مع حد هو عارفه انت الحد ده عارفه على فكرة وكان فيه بينكم ارتباط رسمي للبعض والارتباط ده عند البعض كمل وانفصلته وعند البعض كان فيه مصروع ارتباط رسمي ولكن فضلة الدنيا متعلقة وما كبينش في الحالتين السبب طاقة سلبية او الشخص ده او الشريك ده كان مضمن على حاجة معينة على عادة معينة على كحوليات على حاجة عادة سيئة كانت في حياته اثرت بينكم ولكن رغم كده كان فيه محاولات مرارا وتكرارا للوجود في العلاقة ولكن العلاقة في الاخر ما استمرتش وانفصلته كل واحد راح لمكان انا شايفة برج الحوت بعد العلاقة دي من وقتها وهو حاس بطربيته او حاسس بديء او العيونه مغمية كده واقف في مكانه مش عامل اي حاجة في الحياة على فكرة ده ممكن يكون برضو بسبب التقص تلبية اللي كانت في العلاقة البعض منكم كان الشخص او الشريك ده عايز هو اللي يمشي العلاقة وعايز هو اللي يسيطر على كل حاجة والشخص ده على فكرة انت عارف حد قديم في حياتك ولكن حصل خنائة حصل مشكلة الامور انهارت فجأة انا شايفة ان الشخص ده عايز يرجع تاني عايز يرجع العلاقة تاني زي ما كانت عايز يصلح اخطاء الماضي ويرجع تاني للحاضر راجع عايز مصلحة ولكن برضو حزين على اللي حصل في الماضي حزين العلاقة دي حصل فيه خبت امل كتير كتير تبقى الدنيا ماشي حلو فجأة الدنيا وقفت الشخص ده امور المادية بدأت تبقى احسن فيه يد بتتمد البرج الحوت بالمساعدة فيه حد عايز يمد ايد المساعدة لموليد برج الحوت برج الحوت واقف مكانه ما بيعملش حاجة قاعد متدايق مخنوق الامور معاه مش على ما يرام كمان برج الحوت كأنك مش مبسوط في حياتك الفترة دي حسنك متدايق وكل حاجة بتتخاني وبتعمل عليها مشكلة ما بقاش عندك صبر خليني اقول لك الابراج طيب قبل منسى عندك اه اه ابراج اه الاسوفونس عندك برج الحمل والاسد والقوس والعزراء والدلو والجازي والاسد والقوس والاسد تاني والطور اه 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 ايه تاني والدلو والحوت والطور تاني دي الابراج اللي ممكن الشخص ده او الشريك ده يكون منها طبعا مش شرط بس اه دي الابراج اللي زهرة قدامي عندك ايه تاني اه تمام طيب عندك الحمل والطور انا قلتلك برضو متقررين تاني برج اه الحوت الشخص ده اه اللي كان في دماغك او اللي كان حبيبك اللي كنت مرتبط بيه ندمان اشد الندم عايز ترجع يمد اي دي تاني ويبدأ بداية جديدة معاك تاني في اه امور من الماضي هترجع تتفتح تاني ولكن انا شايف برج الحوت هيدخل علاقة مردية هيدخل علاقة هتخليه يخرج متقل هو فيها هيدخل حد حياتك هتكون انت حابب وموافق ان انت تكون معايا في عرض حب بيتقدم لك فيه شخص راجع معاك كل حاجة بقى وستقط الماجيشن شخص جديد داخل حياتك بقى لك فترة وحيدة وخايف تدخل اي علاقة طب وانت نهاية للخوف ده اي ما هو انت لازم هترتبط في يوم من الايام فانت الخوف مش هيعملك حاجة ولكن حابة اقولك انه فيه اخبار هتجينك عن الشخص ده فيه اخبار هتجينك عن الحبيب ده او عن الشخص اللي جي في دماغك ده فيه امور يعني هتعرفها عنه وزي ما قلتلك فيه طاقة سلبية دخلت في النص يعني كمان ممكن يكون الشخص ده غزبين عنه انتوا سبتوا بعض بمشكلة يعني يا ليت سبتوا بعض كده سبتوا بعض بمشكلة وكمان الامور فضلت متعلقة فيه تعليقة في الامور والامور ماشية ببطء جديد بس بيأكد لي انه الامور هتمشي في كل الاتجاهات يعني زي ما انت عايزوا اكتر الحكم او الحكم فيه امور هتصحى تاني يعني بص فيه مواضيع كنت فاكرها تقفلت فيه ناس افتكرتها مشيت من حياتك خلاص ومش راجعة تاني ولكن لا فيه مواضيع بتتفتح تاني او انت يا برج الحوت كل ما بتفتكر الشخص ده بتبدأ تجيب سرته وتبدأ تفتح في المواضيع تاني البعض منكم هتقابل شخص الشخص ده بقى هو قدرك بقى سواء القديم او الجديد ولكن فيه علاقة قدرية قدامي مقدر ليف تكون مع الشخص ده هيكون توقم روحك وانت نفسك هتكون مستريح لي ومستريح للتعامل معي يا برج الحوت فركز الفترة الجاية وشوف مين اللي هيدخل حياتك ويعني هيكون معاك او هيكمل معاك في الفترة اللي جاية دي انت بقى ركز على الناس يعني مش تركز يا بقى انت هتروح تسأله ما وكده لأ يعني انت ممكن يكون الشخص قدامك اقصد وما انت تركز ان ده بيحبك او ان هو عايز يرتبط بيك فحاول اخرج اقصد من طاقة الوحدة اللي انت فيها وابدأ استقبل بقى العروض الجديدة اني شايفة في ناس بتقدم لك عرض وفيه رجوع من القديم انا شايفة برضو فيه رجوع من القديم ولكن الامور هتمشي ببطء شوية يعني مش هتبقى الدنيا سريعة شايفة فيه خطوبة عند البعض من موليد برج الحوت فيه مناسبة سعيدة ان شاء الله يا رب في ارض بيت برج الحوت ان شاء الله تكون ليك يا برج الحوت يا رب شايفة كمان برج الحوت كأنك هتروح مناسبة تحضر مناسبة عند حد وهتقابل فيها حد قديم انت تعرفو شريك قديم صديق قديم حد كان شغال معاك حد كان معاك في الدراسة ولكن انا شايفة فيه مقابلة وفيه ايه اه ارتياح اه مبدأي من ناحية موليد برج الحوت طيب خليني يا برج الحوت اخذلك كروت الرومانس بسم الله ونشوف الكروت دي هتقول لنا ايه هتزل اول كرت واقعه هلي وقادي تاني كرت وقادي تالت كرت برج الحوت اول كرت بيقول لك اتزل عليك فرصة تاني هنا الملايكة الرومانسية بتقول لك انه اه اتزل العلاقة دي فرصة تاني و اه حتى لو فيه مشاكل بس تقدر المشاكل دي تعالجها و اه في المقابل انه يكون فيه التزام في العلاقة بينك وبين الشخص ده عشان تضمنه افضل نجاح للعلاقة دي حتى لو نهيت العلاقة دي بعد كده فانت هتعرف ان انت اديت في العلاقة دي كل حاجة مش هتندم وهتفهم الدور اللي انت لعبته هتفهم ان انت كده عملت كل حاجة ولكن خلاص الامور ما كانتش على ما يرون فخلاص انت كده عملت اللي عليك طيب اه عشان بص بقى الكارت التاني انا هخلي كارت الويدنج ده اخر حاجة الكارت التاني بيقولك حب بلا مقابل عشان تستمر في العلاقة دي اه العلاقة اه بالذات لو ما كانتش فيها جاذبية من اي اتجاه اه الكارت ده كمان بيجاوب على سؤال لو انت بتسأل عن حد معين فبيقولك عشان ان العلاقة دي تستمر او تفضل في العلاقة مع الشخص ده اللي انت بتسأل عنه اه حاول ان انت تخلي فيه حاجة في العلاقة تجذب الشخص ده لو ما فيش شغف لو ما فيش تفاهم لو ما فيش تبادل هتبقى العلاقة دي عاملة زي القط والفار لان انا شايف فعلا عنك كأنها قط وفار فيه حد بيرجع والتاني بيختفي حد بيرجع والتاني بيختفي فلازم يكون في حب بلا مقابل ويكون فيه تفاهم بينك وبين الشخص ده عشان يكون فيه شغف في العلاقة وتبدأ انت والشخص ترجعوا البعض وتكون علاقة مستمرة ومن الواضح ان ده اللي هيحصل ان انا شايف فيه ودنج فيه عقد كرون فيه زفاف خاص بيك او بحد تاني عندك في البيت ان شاء الله يكون ليك اه لو بتسأل على الشخص ده بيحبني ويتجاوزني اه بيحبك وهتجاوزك وانت بقى حاول تحافظ عليه عشان العلاقة تستمر الوقت اكبر من غير قلق وتقدر تستمتع بحياتك في المستقبل وبالنسبة للناس العزاب اللي لسه مفيش حد في حياتهم فيه حد ده يدخل حياتكم والشخص ده هتقابل شخص هيكون مميز وبردو نيتو بيك هتكون زواج والشخص ده هيكون متفاهم معاك ومع مشاعرك ومع معتقداتك والبطاقة دي كمان بتقولك يعني ركز في علاقاتك اللي حالية واللي فاتت واشفي قلبك وحاول تخرج من اي طاقة سلبية كنت فيها وابدأ حياة جديدة وكمان لو في حد ممكن يساعدك انه يرشح لك حد يرشحك لحد عادي مفيش مشكلة كمان الامور عندك هتبقى كويسة جدا جدا وقلبك هيرجع يدق تاني وفيه شخص فعلا جاي نيتو زواج منك يا برج الحوت برج الحوت دي كانت قريتكم لشهر او الفترة دي يعني اتمنى يا رب تكوني القرية عجبتكم ولو كنت حد جديد لو سمحت اشترك في القناة وفعل زر الجرس واشوفكم في فيديو جديد يا برج الحوت